كيف تقومين بالدخول إلى موقع العمليات وسط تلك الإجراءات وحالة الغضب التي تكون تجداح الإسرائيليين في تلك اللحظات؟ نعم في الحقيقة عبد الرحمن هذا ما كنت أريد الحديث عنه فعلا يعني العمليات الاستشهادية كثرت في هذه الفترة وخصوصا في المناطق التي نتواجد فيها ولنا دور في تغطية أحداث هذه العمليات ونحن نصر دائما على التواجد فعلا في موقع الحدث وفي داخل الحدث خذ مثلا عملية كاركورر التي وقعت مؤخرا في شارع وادي عارة يعني تعرضنا للكثير من الشتائم ولمحاولات ربما أيضا الضرب الكثير من اليهود المتطرفين الذين تواجدوا في المكان طبعا حملوا شعارات تدعو إلى فرحيل العرب المتواجدين في إسرائيل والموت للعرب شعاراتك هذه طبعا هي خطيرة جدا وإيضا تعرضنا للخطر الشديد إضافة إلى أن أفراد الشرطة الإسرائيلية والجنود الذين يتواجدون في مثل موقع هذه الأحداث لا يتعاونون طبعا معنا هذا نعرفه مسبقا لأننا محطة عربية وربما لأنهم يعرفون أن كنات أبو ظل تنقل فعلا الصورة الحقيقية للوطن العربي فبالتالي فعلا نتعرض لمخاطر كثيرة لكننا نصر على أن نعمل في إطار هذا الوضع ونعرف أن مهنة الصحافة أيضا هي مهنة المخاطرات لذلك نتوقع الأسوأ دائما اشتركوا في القناة